ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة قال أبو الغيت تعليقا على المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي لوقف إطلاق النار إنه من الضروري أن تظهر مدى جدية واستجابة قوة الاحتلال لهذا المقترح مضيفا أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يقتدي من الجانب الفلسطيني على وجه الخصوص الارتقاء فوق الألام والأحزان التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم والتعامل بذهن إيجابي مع المقترح بهدف الوصول إلى إنهاء العدوان ووقف معاناة المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع